أستاذة كانت أممي كان سؤالها عن كانت فيه واحدة بتسجي بتساعتها في البيت والسلفت منها فلوس وبعدين هي لما جات معايا دينات رد الفلوس اختفت المبلغ بتقول مش كبير ففيه واحدة كانت واسيطة هي اللي جايبا لها الست زي بتقول هل أنا دلوقتي اعتبرها غالبانة وما تكلمش عنها واسطر عليها ولا اقول اللي جابتها ان زي اخدت مني فلوس وما رجعت الأصل والستر الأصل والستر طيب مش هنا يا شيخ محمد ممكن بنعين إنسان على خطأ يعني تروح تسرق ناس تانية لو هي سرقة نعم هي قالت بأن المبلغ زهيد وإذا كان المبلغ زهيد فتجعلهم من باب الصدقات ولا تحدث به ربما احتاجت لأمر هام وربما منعها حياؤها أن تأتي إليها من جديد لضيق الحال ده جانب بس هل مش من الأحرى ناخد بالأسباب والست اللي جابتها تقول لا استفساري هي ليه ما عملتش كده عشان لو ده داء فيها ننبه ناس تانية ما نودهاش للناس تانية وارد تسأل لكن أول حاجة بسيطة أستاذة معلش يعني لو أنه داء لطلبة مبارك كبيرة ما ممكن بتكون بتعمل حاجات صغيرة من كل بيت زي يعني مجني مية وخمسين جني خمسين جني ماذا ستصنع ماذا ستصنع تأكدي أن هناك من الكثير الكثيرون الكثيرين من هؤلاء الذين ضاقت بهم وضاق بهم الحال الأصل أن تستر فإن عادت فلتستر فإن عادت فلتحدث في التالتة تحدث به لكن مش من أول طرقة ربما تعود إليها وخمستاشر يوم مش مسافة جايز مش عارفة تقابلها بوجهها طب ليه أنا أفضحها والله قد ستراها ده في المقام الأول تمام لما تتعدد قصصها إذن هنا يقال لكن لسه أول مرة أشوف في الدنيا فائي والمسافة مش بعيدة أو يا أستاذة كلام ده مثلا لو قعدت شهور شهور وما شفتش وشها وما رحتش عند الست تاني وكذا وجبت من هنا وجبت من هنا أبقى تكلم أقول لكن لا أفسح فستراها الله وهذا حاله الرجل الذي كان مع نبيه الله موسى عليه السلام وصنع المعصية وفعل المعصية ثم منع الله تعالى المطر والرجل تتاب توبة النصوحة أمام الله سبحانه وتعالى عندئذ نزل المطر وسيدنا موسى طلبه قال يا رب يعني انت حيش عننا ليه قال إنما بذنب فلما نزل المطر قال من يا رب قال سترته وهو عاصم أفضحه وهو تائب إحنا أحيانا بس بنتلغبت ما بين إمتى الواحد يبقى سلبي وكده بيساعد الناس على أن هي تغلط وإمتى الواحد مفروض يستر إذا إذا تصاعد الأمر لكن لسه لسه نحن بنطق الأبوية تاني مربيني بيرك في حريطة كشيخ محمد